هذا أفدت وكالة أنباء الفلسطينية بمقتل خمسة أشخاص وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة ذكرت الوكالة أن ثلاثة قتلى وقرابة العشر من الجرح سقطوا خلال إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية والطائرات الحربية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة أضافت الوكالة أنه جرى انتشال جثمان الطبيب محمد نمر قزعاط ونجله الطبيب يوسف جراء غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة